سيدنا لوط عليه السلام كان يعيش في زمن سيدنا إبراهيم وإبراهيم عليه السلام هو عم سيدنا لوط سيدنا لوط اسمه هارون بن تارخ وتارخ ده هو أبو سيدنا إبراهيم ذكر سيدنا لوط في القرآن في 14 صورة خرج سيدنا لوط من أرض بابل مع سيدنا إبراهيم متجهين إلى الشام هرب من مضايقة الكفار لهم واستقر سيدنا لوط في سادون بالقرب من عامور على شاطئ البحر الميت وهي الأردن حاليا كان أهل سادون بخلاء وكانوا أهل له معصية فكانوا يقطعون الطريق ويسلبون الأموال فطلب منهم لوط بترك معصيتهم ولكنهم أبو فكانوا يقومون بفعل فاحشة فكانوا يأتون الرجال من دون النساء فهم أول من مارسوا السادونية أو المثلية الجنسية نهى لوط قومهم ولكنهم لم يستجيبوا فشكى لوط نبهه فأرسل الله ملكين في صورة شابين شديد الجمال إلى لوط دون معرفته بأنهم ملكين قبل أن يأتوا لوط مروا على سيدنا إبراهيم وبشاروه بغلام من زوجته سارة اسمه إسحق ومن بعده يعقوب وأخيرا أخبروا سيدنا إبراهيم بمهمته فخشى سيدنا إبراهيم على لوط من العذاب وأخبرهم أن في هذه القرية لوط وأهله فأخبروا الملكين أنهم بعلموا بمن فيها جاء الملكين إلى سيدنا لوط وكان يسقي الزرع في أرضه وطلبوا منه أن يضيفهم فاسفح سيدنا لوط أن يرفض وأنه كان معروفا بالكرم والعطاء فانطلق لوط مع ضيفه إلى بيته وأثناء سيره أخذ يخبرهم بما يفعله قومه ويلمح لهم لعلهم ينصرفون إلى مدينة أخرى ولكنهم أبوا وأصروا على أن يبيتوا في بيته فدخل به من القرية ووصل إلى بيته ليلا حتى لا يراهم قومهم ودخل على إمرأته وطلب منها كتمان أمر ضيوفه ولكن وهي كانت شديدة الأزى بلود وكانت تبين بديانة قومه فأخبرها أنه سوف يسامحها على ما تفعله به بشرط أن لا تخبر أحد بأمر ضيوفه فأوهمته زوجته أنها لم تخبر أحد ثم صعدت إلى سطح بيتها وأشعلت النار ليرى القوم النار والدخان يتصاعد من بيتها وهذه كانت علامة تتفق معهم عليها علامة على وجود ضيوف عند لوط ولما علم وأخذ قومهم ورأوا النار ذهبوا إلى لوط يطلبوا منهم ضيوفه فحالب لوط بينهم وبين ضيوفه وعرض عليهم بناته لكنهم رفضوا وأصروا أن يأخذوا ضيوفه فالملائكة أخبروا لوط بحقيقتهم وبمهمتهم التي جاءوا من أجلها وأمروه أن يخرج بأهله ولا ينظر خلفه متجهين إلى مدينة سوار خرج لوط وهو بناته دون زوجته لأنها كانت على ديانة قومه فسمع لوط صيحة مهولة إعلانا لنزول العذاب على أهل سدوم وما حولها وكانت سبع مدن يسكن فيها قيلة أربح تلاف أو رفع مئة ألف شخص فتساقطت عليهم حجارة من سجيل تقتل من يتنزل إليها مباشرة ليس هذا فحسب لكن أمر الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أن يقتلع البلاد من جزورها ورفعها إلى السماء وقلبها فأصبح عليها سافلها فصحقت المدن بما فيها وجعل الله مكانها بحرا نتنا وأرضا لا ينتفع بها ونجت مدينة واحدة وهي مدينة سور التي ذهب إليها نبي الله لوط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر